شارك وزير الخارجية سمح شكري في اجتماع الجولة الخامسة من لجنة المتابعة والتشاور السياسي ما بين مصر والسعودية التي عقدت على مستوى وزراء الخارجية بالعاصمة الرياض وشهدت المشاورات حوارا مستفيضا وشاملا حول تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا والسودان واليمن وقضية سد النهضة كذلك التطورات في العراق وسوريا ولبنان وغيرها من القضايا الإقليمية حيث طلاقت مواقف الجانبين الداعمة لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة